تمتلك مصر احتياطي استراتيجي هو الاكبر في الشرق الاوسط من الرمال السوداء ويصل لخمسة مليارات متر مكعب قابلا للزيادة بشكل عام كما تمتلك مصر حتى الان احد عشر موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة كنز اسود يملأ السواحل والبحيرات الرمال السوداء تخرج الى النور بفرزها لمعادن ثمينة ذات اهمية اقتصادية عالية عن طريق مجمع مصانع فصل الرمال السوداء بكفر الشيخ الذي انشئ حديثا بتكنولوجيا استرالية والتي تعد الاحدث في العالم في استخلاص الرمال وفصلها نظرا لما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي هو الاكبر في الشرق الاوسط ويصل لخمسة مليارات متر مكعب قابل للزيادة بشكل عام وما يقرب من مائتين واربعين مليون متر مكعب بمنطقة البرولوس فقط بتكمن اهمية الرمال السوداء في ما تحتويه من معادن ثقيلة بيطلق عليها المعادن الاقتصادية نظرا لاقتصاديتها ووضعها الاستراتيجية الحياة يفتمدت اقتصاديتها ووضعها الاستراتيجية هذه المعادن ما انها بتملك طيف واسع من التطبيقات الصناعية الهمة وبتدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية المتطورة المجمع عبارة عن مجموعاتين المجموعة الاولى الست مصنع احنا متوقديم بها الان زي ما شرطت حضرتك والجزء الاول اللي هو موقع التنجيم اللي بنسميه مصنع التركيز العائم ده عبارة عن كراكة عائمة هولندية تعمل بالكهرباء طاقة انتجية 2500 طن في الساعة بيليها مصنع تركيز عائم بيتم نقل الرملة المخلوطة بالمياه من خلال الكراكة من خلال الموسير العائمة اعلى البنتونات تبدأ الرحلة بكراكات عائمة تسحب الرمال من البحيرات والسواحل وتنتقل الى مجمع مصانع فصل الرمال الذي يحتوي على ستة مصانع متنوعة تخص كل مادة تخرج من الرمال والتي ستوفر المصادر الاساسية لكثير من المعادن مثل المونازايت واليورانيوم المشاع والزركون ومعادن اخرى تدخل في صناعة هيكل السيارات والسيراميك والدهانات ومواد الاشعاع النووي وتبطين المفاعلات النووية وبعض المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة الشركة الرمال السودة هتنتج معادن اهمهم الاليمنايت والزركون ودول هما اللي هنشتغل عليهم للقيمة المضافة لان الاليمنايت الحقيقة بيحتوي على نسبة لا تقل عن 40% من ساني اكسيد التيتانيوم وساني اكسيد التيتانيوم هو المادة الخام لصناعات كثيرة جدا أهمها صناعة البيات وأيضا صناعات متلرجية لإنتاج سباق التيتانيوم أعتقد أن صناعة المعادن عليها طلب كبير هذه الفترة وستستفيد مصر كثيرا من صناعة واستخلاص المعادن من الرمال وهذا يعني زيادة في التصدير المصري ستكون هناك فائدة للمجتمع من هذه المشروعات التي تحتاج لعمال ومهندسين لذلك فهي توفر فرص عمل كبيرة وأعتقد أنها قصة نجاح كبيرة لمصر وسيتعظم الطلب أكثر على المواقع الجديدة بعد نجاح منطقة البورولوس تمتلك مصر حتى الآن 11 موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة وتعتمد الصناعة بالكامل على المياه العذبة سواء في استخراجها المعادن أو فصلها بدون إضافة أي مواد كيميائية مما يجعلها أيضا صديقة للبيئة وقد يصل الاهتياطي الاستراتيجي للرمال السوداء إلى 200 عام من العمل المتواصل دراسات اقتصادية وفنية تابعها إنشاء وتنفيذ لمجمع مصانع الرمال السوداء لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائد للأسواق العالمية ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات الاستراتيجية المصرية كاريم بيبرس التلفزيون المصري